يتعالج ازاي الطفل ده؟ انا عايز اكمل جزئية تانية ان القصة بتتعدى القصة دي شوية ان انا لو معلكتوش لو معلكتوش انا المجتمع كله هيعاني منه لان طفل ده ده وهو صغير لو ما تعالجش هيتحول الى شاب كبير او راجل كبير مندفع عنيد عصبي متقلب المزاج علاقاته بالناس عاملة زي الفوار ملوش علاقات بحد لما يتجوز يطلق بسرعة لما يروح شغل يهرب من الشغل بسرعة مش مسؤول قراراته سريعة يودي الدنيا في ستين دهية في سانية راجل ده لما كبر ولما بقى شاب كل شوية يسيب كلية وروح كلية تانية دراسيا ملاخبط اكتماعيا ملاخبط لو هو كبير هتلاقي اكثر الناس اللي بتعمل جرائم هي الاطفال اللي هما كبار هما كانوا اطفال عندهم فارحة حرفة تشاهدوا انتباهه وما تعالجوش لك سهل وبسيط جدا انت الاعراض اللي انا قلتها ودي بعض الاعراض وليس كلها لازم تاخد اسرة تاخد بالها من كل القصة دي من البداية انت بدأت تلاقي الطفل على فكرة في السن ده حركته كتير مندفع عصري ملول ما عندهش صاب اللي بيجي على بوله ويعملوا المدرسة بتشتكي منه دراسيا فيه فيه الأخبطة اجتماعيا فيه الأخبطة كل حتة روح فيها بقى فيه احراج الاسرة بتنعزل الاسرة بتوعاق اجتماعيا لانها بتلاقيش حد على فكرة تختلف بيه بسبب الكابتن ده كل ما يروح في حتة يطردوا منها طيب الاسرة تعالج العلاج بسيط وسهل بتاني توجه للمسؤول الشخص المسؤول او الطاقم المسؤول بيقى طبيب نفسي اخصائي نفسي اخصائي اجتماعي كل ده بيقيم الطفل نبدأ نشوف القصة تمشي ازاي من الالف الى الياء الولد هياخد علاج دوائي وما فيش مشكلة خالص في العلاج الدوائي لان قصة تقدمك جدا العلاج مش يعمل اخبطة مش يعمل كوارث مش يعمل ادمان فيه علاج سلوكي الولد نفسه بيتعمله جلسات تميط مهارات جلسات تعديل سلوك جلسات خاصة بالأسرة نفسها جلسات خاصة بيه ازاي تتعامل مع نوبات العنف بتاع الطفل ده ازاي تتعامل مع نوبات العصبية والعند الشديد الطفل ده لو عنده حاجات تانية مصاحبة لهذا المرض بعض القصة دي معها تأخر في الكلام في بعض الوقت بياخد جلسات تخاطب وعلاجات عشان تزود القصة دي بعض الوقت لخبطة في كهربة الموقف صرع بيتعالج القصة سهلة وبسيطة بس نرحق ونعالج